الله في فقه العبادات وزك نفسك من نور الرسالات قذها سماوية عن خير مؤتمن على سنة الوحي في تقوى وإخباتي على سنة الوحي في تقوى وإخباتي طهارة وصلاة وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدائم صاحب الفضيلة الشيخ هتلان بن علي الهتلان قاضي الاستيناف بمحكمة الاستيناف بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية حياكم الله فضيلة الشيخ حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات نبدأ على بركة الله الحلقة الواحدة والسبعين وهي استكمال لما بدنا في الحلقة السابقة في كتاب الصيام حديثنا في هذه الحلقة عن أحكام المفطرين في رمضان ومفسدات الصوم سؤال الأول عن المريض ما حكم فطر المريض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فما يتعلق بالمريض يباح للمريض الفطر في شهر رمضان المبارك لعوم قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر نعم وهذا بإجماع أهل العلم أن المريض يباح له الفطر في نهار رمضان طيب يا شيخ ما هو حد المرض الذي يبيح الفطر في رمضان نعم لأن المرض يختلف إذا قلنا إنه يباح للمريض أن يفطر فهل كل مريض يباح له أن يفطر أما أن هناك مرض يصح لمن أصيب به أن يفطر وهناك أمراض لا يصح منها صاحبها أن يفطر نقول إن المريض له ثلاث حالات الحال الأولى أن يكون مرضا يسيرا لا يضره ولا يشق عليه يعني مرض يسير بسيط مثل الصداء الزكام اليسير مثل وجع الظرس اليسير مثلا أن يصاب مثلا بالتهاب بسيط مثلا في جلده ونحو ذلك هذا يجب عليه الصوم ولا يجب له أن يفطر وهذا باتفاق العلماء لأن المريض إذا لم يتأدى بالصوم كان كالصحيح فيلزمه حين إذن الصيام فليس له العذر يبيح الفطر الحالة الثانية إذا خاف المريض زيادة المرض بصيامه أو كان يشق عليه الصيام ولا يضره يعني هناك مشقة إذا صام لكن الصيام لا يضره فله حينئذ أن يفطر عند جمهور العلماء لعمق الآية ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فالأفضل له الفطر ويكره له الصوم على المشقة لأنه خروج عن رخصة الله تعالى وفيه تعذيب لنفسه وفي الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته كما عند أحمد وابن حبان الحالة الثالثة إذا كان المرض يضر الصائم ويخشى المريض على نفسه من الهلاكة بسببه فالفطر حينئذ يجيء واجب ولا يجوز له الصيام وهذا ما ذهب جمهور العلماء لأن الله تعالى يقول وَلَا تَقْتُلُ أَنْفَسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَّ بِكُمْ رَحِيمًا قال سبحانه وَلَا تُلْقُوا بَأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلِحَدِيثْ إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا روح البخاري ومن حقها أن لا تضرها مع وجود رخصة الله تعالى ولقول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار فإذا كان الإنسان يشق عليه المرض ويضره فإنه حينئذ من رحمة الله عز وجل أن شرع له الفطر بل يجب عليه الفطر استنقاذا وحفاظا لنفسه وهذا من كمال الشريعة ويسرها وحسنها ثم إنه إذا حدث له المرض في أثناء رمضان في أثناء النهار وهو صائم وشق عليه إتمامه فإنه يجرز له الفطر لوجود السبب المبيح له للفطر طيب ماذا يلزم المريض إذا أفطر؟ إذا أفطر المريض لا يخلو من حالتين الحال الأولى أن يكون مرضه مما يرجى برؤه يعني يرجى شفاؤه فإنه إذا شفي وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فقوله تعالى فعدة من أيام أخر دليل على وجوب القضاء عليه بعد شفائه وهذا بالإجماع الحال الثانية أن يكون مرضه مما لا يرجى برؤه يعني لا يرجى شفاؤه يعني يقرر الأطباء أن هذا مرض مرض دائم مثل بعض الأمراض الخطيرة مثلا عثنا الله وجميع المسلمين من الأمراض الوبائية أو الأمراض الدائمة المزمنة كالسرطان مثلا أو فشل الكلوي ونحو ذلك فإذا كان لا يرجى برؤه فإذا أفطر في هذه الحالة نعم فيطعم عن كل يوم مسكينا يطعم عن كل يوم مسكينا باتفاق العلماء الحاق له بالشيخ الكبير والمرأة العجوز لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونهم فدية طعام مسكين لأنه في الحقيقة في هذه الحالة يكون في معنى في معنى الشيخ الكبير والمرأة العجوز المريض يعني يجوز له الفطر إذا تحامل على نفسه وصام فهل يجزئه هذا؟ نعم إذا تحامل المريض على نفسه فصام يجزئه هذا ما اتفاق العلماء وحكي من إجماعا لذلك لأن الصوم عزيمة وبيحة تركها رخصة فإذا تحمله الإنسان أجزائه مثل المريض الذي لا يستطيع الذهاب إلى صلاة الجمعة فتحامل على نفسه وذهب إلى صلاة الجمعة تجزئه صلاة الجمعة وتسقط عنه صلاة الظهر فكذلك هنا إذا زال المرض عن المريض أثناء نهار رمضان فهل يمسك أو يتم صيامه؟ نعم هذا يحصل قد يكون الإنسان مريضا في أول النهار ثم يشفى في آخر النهار أو في أثناء النهار فحينئذ هل يمسك بقية النهار أو لا يمسك؟ نقول لا يلزمه إمساك بقية اليوم لأنه لا دليل على وجوب الإمساك ولأنه لا فائر في الحقيقة من هذا الإمساك لأن القضاء واجب عليه وحرمة الزمان قد زالت من فطره أول النهار وقد جاء عن ابن عبد الله بن سعود رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة أنه قال من أكل آخي أول النهار فليأكل آخره يعني أنه مدام أن أبيح له الأكل في أول النهار فلا يستفيد بإمساكه شيئا آخر النهار طيب انتهينا في الحديث حول المريض ننتقل إلى المسافر ما حكم فطر المسافر؟ يجوز المسافر أن يفطر باتفاق العلم رحمه الله وحكي الإجمع على ذلك بشرط أن لا يقصد بسفره التحيل على الفطر فإذا قصد بسفره أن يتحيل على الفطر لأجل أن يفطر فهو لم يسافر إلا لأجل أن يفطر فالفطر عليه حرام والصيام واجب عليه فإذا لم يقصد التحيل لا كان له الفطر سواء طالت المدة أو قصرت وسواء كان سفره طائر لغرض معين أم كان مستمرا كقائد الطائرات وسائق سيارات الأجرة لعوم قوله تعالى فمن كان منكم مرضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى قال أو على سفر وجاءت السنة متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الترخيص للمسافر في أن يفطر كما في حديث أنس بن مالك الكعب رضي الله عنه قال إن الله وضع عن المسافر الصومة وشطر الصلاة رواه الخمسة إلى أبو داود وحسن بن حجر وجاء في الصيحين حديث أنس رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا ميعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال يرون أن من وجد قوة فصمف إن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن وجاء أيضا في حديث حمزة في حديث عائشة رضي الله عنه في الصيحين عن أن حمزة بن عمر الأسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر وكان كثير الأسفار قال أأصوم في السفر فقال إن شئت فاصم وإن شئت فأفطر ثم إن المسافر له ثلاث أحوال في ابتداء سفره من حيث ابتداء السفر أولا إذا دخل على المسافر شهر رمضان وهو في سفر يعني كان مسافر في شعبان ثم دخل عليه شهر رمضان وهو لازل مسافرا فله الفطر هذا بالإجماع والأشكال في ذلك الحالة الثانية إذا دخل عليه رمضان وهو مقيم ثم سافر أثناء الشهر وخرج من بلدته قبل الفجر فله الفطر أيضا صبيحة الليلة التي يخرج فيها وما بعدها باتفاق العلمة رحمه الله الثالثا إذا أصبح صائما ثم سافر أثناء نهر رمضان وخرج من بلده فله أن يفطر لعموم الأدلة وجاء في صحيح مسلم الحديد جاب رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح مما فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب ما حكم صوم المسافر إذا رغب المسافر أن يصوم أثناء نهار رمضان فما حكم صومه الأفضل المسافر فعل الأسهل عليه والأرفق به من الصيام والفطر ثم إن المسافر في نهار رمضان لا يخلو من أحوال الحالة الأولى إذا استوى عند المسافر الصوم والفطر يعني يستوي عنده أن يصوم أو أن يفطر نعم فلا يشق عليه الصوم فنقول حينئذ الصوم أفضل في حقه نعم عند جمهور العلماء الحنفي والمالكي والشافعية لأنه أسرع في إبراء ذمته وأنشط له إذا صام مع الناس ولأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في الصيحين قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار وقال حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحار وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة هذا الحال الأولى الحالة الثانية إذا شق الصوم على المسافر أن يشق عليه الصوم بحيث يكون الفطر أرفق به فالفطر في حقه حينئذ أفضل والصوم يكون مكروها فيفطر ولا يصوم وهذا باتفاق العلماء لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعدول عن رخصة الله تعالى الحالة الثالثة أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة غير محتملة تكون المشقة كبيرة جدا غير محتملة فالصوم في حقه حرام ويجب عليه الفطر لما جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاء أولئك العصاء وفي رواية إن الناس قد شق عليهم الصيام يعني قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر مجاف السريحين من حدي جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه يعني لأنه كان صائم فقال ما له؟ قالو رجل صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر أن تصوموا في السفر وفي لفظ البخاري ليس من البر الصوم في السفر وجاء في حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساة ومنا منتق الشمس بيده قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركابة فقال عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر هنا مسألة يا شيخ متى يبدأ المسافر بالترخص برخصة الفطر يبدأ إذا فارق عمران البلد وقد مرنت معنا هذه المسألة مفصلا في كتاب الصلاة في أحكام المسافر وفي قصر الصلاة وجمعها للمسافر وقلنا إنه يبدأ بالترخص المسافر إذا فارق عمران البلد بأن يجاوز البيوت وراء ظهره ويفارق بنيانها باتفاق العلماء لأن الله تعالى قال إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ففي هذه الآية أنه رتب القصر على الضرب في الأرض والكائن في البيوت الموجود في البيوت لا يصدق عليها أنه ضارب في الأرض لا يصدق عليها أنه ضارب في الأرض فلا يترخص إلا أن يخرج فيفارق البيوت وجاء عن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصرة بذي الحذيفة ركعتين ففيه أنه عليه الصلاة والسلام لم يقصر حتى خرج من المدينة وهذه الأدلة في ترخص المسافر بقصر الصلاة الرباعية ويأخذ منها أيضا ترخصه ترخص المسافر بالفطر في نهار رمضان بجامع السفر وجاء عن عبيد الله بن جبر قال كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطات في رمضان فرفع ثم قرب غداؤه قال جعفر في حديثي فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة قال اقترب قلت ألست ترى البيوت قال أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحد الرواه فأكل فالشهد أنه بدأ الترخص لما جاوز الأبنية والله أعلم ماذا يلزم المسافر إذا أفطر في سفره إذا أفطر المسافر وجب عليه القضاء قضاء ما أفطره من الأيام من رمضان لأن الله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يعني يلزمه أن يقضي هذه الأيام التي أفطرها ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل الإلم إذا وصل المسافر إلى البلد في أثناء النهار فهل يمسك أم يعني يتم صومه إذا قدم المسافر وكان مترخصا برخصة الفطر في سفره أول النهار فقدم ووصل إلى بلده وأقام في بلده في آخر النهار وكان مفطرا أوله لكونه مسافرا هل يمسك بقية اليوم أم لا نقول لا يلزمه لا يجب عليه الإمساك بقية اليوم وهذا مثل المالكي والشافعي وروالي عند الحنابلة لأنه لا دليل على وجوب الإمساك ثم إنه في الحقيقة لا يستفيد شيء من هذا الإمساك لوجوب القضاء عليه وثم إن حرمة الزمان قد زالت بفطره المباح له أول النهار ظاهرا وباطلا فكذلك إذا أفطر في أول النهار فإنه يستدم فطره في آخر النهار وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة من أكل أول النهار فليأكل آخره من يعني يتحرج بعض الناس من الفطر بأثناء السفر بوسائل السفر المريحة وعدم وجود مشقة فما حكم ذلك؟ إذا سفر الإنسان بالوسائل المريحة كالطائرة مثلا أو كان في سيارة مكيفة وليس هناك مشقة في سفره وتنقله نقول الأصل أن الإنسان يباح له الإفطار ولو كان سفره بمثل هذه الوسائل المريحة سواء وجد مشقة أو لم يجدها وهذا بالإجمال تحدثنا عن فطر المريض والمسافر والثالث الكبير والعجوز ما حكم فطره في رمضان؟ الكبير والعجوز يباح لهما الفطر الشيخ الكبير والمرأة العجوز الذين لا يطيقان الصوم ولا يستطيعانه يجوز لهما الفطر لأن الله تعالى قال وعلى الذين يطيقونهم فدية طعام مسكين قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فيطعمان ما كان كل يوم مسكينا ولأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم ماذا يلزم الكبير والعجوز إذا أفطر؟ إذا أفطر الرجل الكبير والمرأة العجوز فعليهما أن يطعم عن كل يوم مسكينا هذا مذهب جمهور العلماء حكي الإجمع على ذلك الآية الكريمة ومن جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها وعن أنس رضي الله عنه أنه لما كبر حتى كان لا يطيق الصيام فكان يفطر ويطعم نعم ولأن الله تعالى جعل الإطعام معادل للصيام حتى كان التخيير بينهما أول ما فرض الصيام فتعين أن يكون بدلا عن الصيام عند العجز عنه لأنه في الحقيقة معادل له بودن أن نوضح الإطعام كيفيته ومقداره نعم إذا أفطر الكبير أو الشيخ الكبير أو المرأة العجوز إذا أفطر لعدم قدرتهما على الصيام فيطعمان قلنا نعم أما كيفيته ومقداره فإنه يخير في الإطعام بين أن يفرقه حبا على المساكين لكل واحد مد من البر ربع الصاع النبوي ووزنه تقريبا كيلو إلا ربع بالبر الرزين الجيد وبين أن يصلح طعاما فيدعو إليه المساكين بقدر الأيام التي عليه ولذلك يقول البخاري رحمه الله في صحيحه وأما الشيخ الكبير إذا لم يطيق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر وقال ابن عباس رضي الله عنه ما في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فيطعمان ما كان كل يوم مسكينا أما متى يطعم هذه مسألة مهمة جدا يعني متى يطعم الشيخ الكبير والمرأة العجوز إذا أفطر ولم يطيق الصيام نقول لا يطعم إلا إذا دخل عليه اليوم من رمضان فلا يصح أن يطعم قبل دخول رمضان كما لا يصح تقديم الإطعام في أول رمضان لبقية أيام الشهر بل يطعم إذا دخل اليوم الواحد من رمضان يطعم عنه عن هذا اليوم الواحد لأنه لا يجزي إخراج الإطعام قبل انعقاد السبب للجوب ومعلوم أن رمضان لا يجب إلا بدخوله وهكذا صيام كل يوم يجب بدخوله فلا يجزي أن يخرج الإطعام قبل دخوله كما لا يصح منه صيام رمضان قبل دخول شهر رمضان وذلك ككفارة اليمين وإذا أخر الإطعام إلى آخر الشهر إلى آخر الشهر رمضان أو في شوال فلا بأس ولا حرج عليه في ذلك هل يجوز أن يدفع في أول الشهر الإطعام عن الشهر كامل لجمعية خيرية ويوكلهم بالإطعام يوما بيوم يجوز أن يوكل في ذلك الجهات الخيرية بل ويخبرهم بشرط أن يخبرهم أن هذا إطعام عن الإفطار في رمضان ويوكلهم ويبين لهم أنه يعني لرمضان هذا ليس لرمضان سابق بحيث أنهم يخرجونه عنه كل يوم بيومه أو أن يخرجوه عنه في نهاية الشهر إذا كان الكبير أو العجوز بلغ مرحلة الهرم والهذيان فماذا عليه؟ الهرم الذي بلغ الهذيان ولا يعرف ولا يعقل هذا لا يميز الناس ولا يميز أولاده ولا ما يضره وما ينفعه ولا يعرف الأوقات الليل والنهار والأيام والشهر لا يعرف ذلك هذا لا يجب عليه الصيام لا يجب عليه التكاليف الشرعية تسقط عنه جميع التكاليف الشرعية لا صيام ولا صلاة ولا يطعم عنه لسقط التكاليف عنه بزوال تمييزه فهذا في الحقيقة يشبه الصبي قبل التمييز فإن كان هذا الإنسان يميز أحياناً ويهدي أحياناً يعني يأتي عقلها أحياناً وأحياناً يروح عقله نقول يجب عليه الصيام في حال تمييزه دون حال هذيانه الأيام التي يعقل فيها ويعرف ويميز يجب عليه أن يصوم والأيام التي لا يعقل فيها ولا يميز لا صيام ولا قضاء ولا كفارة وإذا كان لا يستطيع الصيام في الأيام التي يرجع إليها عقله فماذا عليه؟ عليه أن يطعم عن كل يوم نسكينه الكفارة التي ذكرناها قبل قليل الرابع من الذين يعني يفطرون في رمضان الحائض والنفساء ما حكم صممه؟ يجب على الحائض والنفساء أن تفطره مجوباً وأن تقضي ما أفطرته من رمضان لحديث عائشة رضي الله عنها في الصيحين قالت كانت إحداناً تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة وأجمع العلماء على ذلك ثم إنهما إن صامتاً إن صامت الحائض والنفساء رمضان فإنه لا يجزئهما ويحرم عليهم الصيام فالواجب على الحائض والنفساء أن تفطره وتقضيه الأيام التي أفطرتها من رمضان ثم إن المرأة إذا أسقطت جنينها أو حملها وحصل لها نزيف دم فعمل لها عملية تنظيف الرحم لإخراج الجنين الميت فإن كان تبين فيه خلق الإنسان وهو ما تم له ثمانون يوماً فأكثر فإنها تعتبر نفساء تفطر وتقضي أما إذا لم يتبين فيه خلق الإنسان وهو ما لم يتم له ثمانون يوماً فإنها لا تعتبر نفساء بل إنها تكون مستحاضة يجب عليها الصيام لأن حكمها حكم الطاهرات ولو كان معها دم فهذا الدم دم فساد دم استحاضة وليس دم حيض ما دام أن سقطها وجنينها عمره أقل من ثمانين يوماً خامساً ممن يباح لهم الفطر في رمضان الحامل والمرضع يباح للحامل والمرضع الفطر في رمضان سواء خافة على نفسيهما أو على ولديهما وهذا باتفاق المذاب الفقهي الأربع لحديث أنس رضي الله عنه الكعبي قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصومة أو الصيام روى الخمسة إلى أبو داود ماذا يلزم الحامل والمرضع إذا أفطرته؟ إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفاً على نفسيهما فعليهما القضاء فقط وهذا ماذا جمهور العلماء بالحكي نجمع على ذلك لحديث أنس بن مالك الكعبي السابق ففيه أنه عليه الصلاة والسلام قرن الحامل والمرضع بالمسافر وجعلهما معاً في معنى في معنى واحد فصار حكمهما كحكمه ثم إننا نعلم أن المسافر ليس عليه إلا القضاء فكذلك الحامل والمرضع يكون الواجب عليهم القضاء فقط إذا أفطرتها خوفاً على نفسيهما وهذا الحكم أيضاً فيما إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفاً على ولديهما على القول الراجح فليس عليهما إلا القضاء فقط ولا فدية عليهما وهذا مذهب الحنفية وقول الطائف من السلف لأن الحديث لم يأمر فيه بكفارة بل قرن الحامل والمرضع بالمسافر ومعلوم أن المسافر يقضي بلا كفارة فكذلك الحامل والمرضع تقضيان أيضاً كما يقضي المسافر ولأن إجاب الكفارة على الحامل والمرضع إذا خافت على ولديهما لا دليل عليه فالأصل براءة الذمة فلا تشغل إلا بدليل هذا هو الراجح في هذه المسألة وإن كان بعض العلماء قالوا إنه يجب عليها أن تطعم مع القضاء إذا كانت أفطرت خوفاً على ولديهما وليس على نفسيهما لكن القول الراجح والله أعلم أنهما تقضيان فقط مطلقاً سواء خافت على نفسيهما أو خافت على ولديهما ذكرنا خمس أسباب مبيحة للفطر وهناك أسباب أخرى مثلاً هذه مسألة من أرهقه جوع وعطش شديد يخشى منه الهلاك فما حكم صيامه؟ من أرهقه أو أتعبه الجوع أو العطش الشديد في شدة حر وكان عمله من الأعمال المباشرة في الشمس مثلاً تحت شعة الشمس هو في وقت صائف وحر شديد وخشي على نفسه الهلاك فإنه يجب عليه الفطر وعليه القضاء لكن يجب عليه أن يمسك كل يوم ويصوم ثم إذا حصلت له المخمصة وحال الضرورة وخشي على نفسه الهلاك أو الإغماء أو التلف فإنه يفطر ويقضي بعد ذلك لأن الله تعالى قال وَلَا تَقْتُلُ أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تُلْقُوا بَأَيْدِكُمْ مِنَا التَّهْرُكَ وَالْقِيَهْ سَنْعَى الْمَرَضِ لكن لا يجوز له أن يفطر من أول النهار لا لا يجوز الواجب عليه أنه مقدم أنه مقيم يجب عليه أن يمسك وينوي الصيام ويستمر في صيامه فإن شق عليهم شقة شديدة خشية معها الهلاك أو الموت خشية على نفسه فيفطر حينئذ هنا مسألة أخرى إذا أكره الصائم على الفطر فما الحكم في هذا؟ إذا أكره الصائم على الفطر ثم إنه أفطر تبعا لإكراهه فلا يثم عليه وصومه صحيح سواء كان الإفطار بغير فعل منه بأن صب في حلقه ما أو عصير نحو ذلك أو كان الإفطار بفعله فلا شيء عليه لأن الله تعالى قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فالله عز وجل رفع حكم الكفر عن من أكره عليه فما دونهم باب أولى ومعلوم أن الإكراه من عوارض الأهلية هل يجوز للمجاهد في سبيل الله الفطر في رمضان؟ يجوز الفطر للمجاهد في سبيل الله تعالى إذا دعت الحاجة إلى ذلك وهذا باتفاق المذاب الفقه الأربعة لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سفرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن الصيام قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبهوا عدوكم والفطر أقوى لكم قال والفطر أقوى لكم فأفطروا فأمرهم عليه الصلاة والسلام بالفطر قال فكانت عزمة فأفطرنا ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر رواه مسلم محور الثاني ما يفسد الصوم وما لا يفسده اسمح لي أن يكون بعد فاصلا يسير المشاهدين الكرام فاصلوا ونعود إليكم فابقوا معنا أطلب رضا الله في فقه العبادات وزك نفسك من نور الرسالات قذها سماوية عن خير مؤتمن على سنة الوحي في تقوى وإخبات على سنة الوحي أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام عدنا إليكم بعد الفاصل المحور الثاني الذي تحدثنا قبل الفاصل ما يفسد الصوم وما لا يفسده ما هي المفترات التي تفسد الصوم الله عز وجل قال في كتابه الكريم سورة البقرة فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل هذه آية ذكرت أصول المفترات وبناء على ذلك نبدأ من المفتر الأول من المفترات الصيام وهو تناول الطعام والشراب فمن أكل أو شرب مما يتغذى به متعمدا ذاكرا لصومه فإن صومه يبطل لأن الله تعالى قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث القدسي قال الله تعالى يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجلي كما في الصيحين وهذا بالإجمال وسواء كان هذا الأكل أدخله عن طريق فمه أو عن طريق أنفه فالسعوط الذي يتعاطى عن طريق الأنف هو في الحقيقة كالأكل والشر لقوله عليه الصلاة والسلام بحديثه لقيط بن صورة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما رواه الخمسة وصحه الترمي طيب ماذا يلزمه إذا أفطر متعمدا ومن أفطر متعمدا إذا كان متعمدا وأفطر فإنه يلزمه أمران نعم الأمر الأول القضاء يلزمه قضاء هذا اليوم الذي أفطره عند عامة أهل العلم ولا يجب عليه كفارة أما القضاء فقياسا على المريض والمسافر الذين أوجب الله تعالى عليهم القضاء مع وجود العذر فلأن يجب القضاء مع عدم العذر أولى من باب أولى ولا تجب عليه كفارة لعدم رد النص أو الدليل من القرآن والسنة على وجوبها فالأصل براءة الذمة الأمر الثاني الذي يجب عليه هو الإمساك يلزمه من أفطر بالأكل أو الشرب متعمدا يلزمه إمساك بقية يومه لأنه غير مأذون له في هذا الأكل وهذا باتفاق العلم رحمه الله لأنه أفطر بدون عذر فلازمه إمساك بقية يومه وطره عمدا لم يسقط عنه ما واجب عليه من إتمام الإمساك من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان ما حكم ذلك قد يحصل الإنسان أن يأكل أو يشرب ناسيا فهذا لا شيء عليه ويتم صومه عند جمهور العلماء لحديث من عباس رضي الله عنه قال فأنزل الله تعالى لا يكلفه الله نفسا إلا وسهل ما كسبت عليها ما كسبت ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطانا قال الله تعالى قد فعلت رواه مسلم ولحديث بهريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام وقال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه وفي لفظ فهو رزق ساقه الله إليه وفي لفظ عند الدار قطني وابن حبان وابن خزيمة ولا إثم ولا قضاء ولا كفارة لكن من رآه يأكل أو يشرب يجب عليه أن ينبهه ويقول يا أخي أنت صائم ويذكر بهذا الشيء وليس يعني إذا رآه يشرب أو يأكل ما شاء الله يقول له والله هذا رزق من الله ساقه إليه ويترك ما شاء الله يعني يملأ كرشه من مما لذ وطاب لا الواجب أن ينبهه لأن هذا من التعاون على البر والتقوى وقد قال الله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان ما حكم شيخنا كريم ما يدخل في جوف الصائم بغير قصد منه وبلا اختيار إذا دخل في جوف الصائم شيء بلا اختيار منه كغبار الطريق ومثل نخل الدقيق قالوا ومثل الذباب أحيانا أو بعض الحشرات الصغيرة تدخل من غير اختياره أو أن مثلا يرش عليه الماء فيدخل مثلا مسامعه أو أنثه أو حلقه مثلا أو يلقى مثلا في بركة ثم يدخل الماء من غير اختياره إلى جوفه أو هو يتمضمض مثلا يتوضى وتمضمض واستنشق ثم أصيب مثلا بكحة أو نحو ذلك أو سعلا مثلا فاستنشق شيء أو دخل شيء من هذا الماء من غير قصد كل ذلك لا يفطره ولا يفسد صومه في الجملة وقد نقل الجماعة لذلك غير واحد من الانهالعلم وقد جاء من عباس رضي الله عنه في الذباب يدخل حلق الصائم قال لا يفطر وجاء الحسن البصري رحمه الله في الذباب يدخل حلق الصائم قال لا يفطر وجاء أيضا عن الشعبي مثله نعم قال ابن حسن ولا نعلم لابن عباس في هذا مخالفا من الصحابة رضي الله عنه ما حكم ابتلاع الصائم لريقه ابتلاع الريق للصائم لا يفطر مدام لم يفارق الفم ولم يجمع يعني لم يتعمد أن يجمعه وإنما يبلع ريقه بصفة عادية واعتيادية هذا لا يفطر بالإجمع بخلاف من يتعمد أن يجمع ريقه ويجمعه ويجمعه ثم يبتلعه هذا ذكر بعضه العلم إلى أنه يفطر بذلك أما إذا كان مجرد بلع الريق بدون تعمد جمعه فلا يفطر بذلك وصومه صحيح وكذا أيضا من ابتلع ما بين أسنانه وصائم وكان يسيرا لا يمكن لفظه ولا يمكن التحرز منه ولا يعرفه ولكنه جرى مجرى الريق فصومه صحيح لأنه لا يمكن التحرز منه فأشبه الريق أما كما ذكرت إذا كان ما ابتلعه الصائم مما يمكنه لفظه إذا كان كبيرا يعني فابتلعه فهذا يفطر بذلك يفطر بذلك لأنه بلع طعاما يمكنه لفظه باختياره ذاكرا لصومه فأفطر كما لو ابتدأ الأكل ما حكم أن يبتلع الصائم شيء لا يؤكل بالعادة؟ هذا قد يحصل يعني يبتلع للصائم شيء لا يؤكل في العادة بعضهم يعني حتى يأتي في بعض وسائل الإعلام في بعض القنوات من يأكل أشياء مثلا التراب أو يأكل بعض الحصى أو يأكل بعض الفحم هذا يحصل بعض الناس فالشاهد أنه لو ابتلع الصائم مما لا يؤكل في العادة كدراهن أو حصى أو تراب أو خيط أو نحن ذلك فإنه يفطر أو زجاج فإنه يفطر بذلك باتفاق المدام الفقية الأربعة نعم وماذا بجماهير العلماء لقول ابن عباس رضي الله عنهما الفطر مما دخل وليس مما خرج رواه البخاري في صحيح معلق مجزوما به وراه أيضا أبن 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 الشباة وصاره البيهاقي قال الفقر رحمه الله ولأنه في حكب الأكل فإنه يقال أكل حصارة النهوة نعم ما حكم شرب الدخان أثناء الصيام؟ معلوم أن الدخان مما يضر الصحة وهو سبب رئيس لكثير من الأمراض المهلكة بل الأمراض التي تؤدي بحياة الإنسان كالسرطان ونحوها ولعاذ بالله والله تعالى أحل لنا الطيبات وحرمنا علينا الخبائث فهو من الخبائث فحكمه أنه محرم بنص القرآن لأنه يدخل في الخبائث ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فإذا شرب الإنسان الدخان المعروف بالتبغ أثناء الصيام فإن صومه يفسد باتفاق العلم رحمه الله لأن الدخان له جرم ينفذ إلى الجوف فهو جسم يدخل إلى الجوف يكون مفطرا كالماء ثم إنه يسمى شربا عرفا يعني يشرب دخان شربا وصاحبه يتعمد إدخاله في جوفه من منفذ الأكل والشرب فيكون مفطرا بذلك ونصيحة الإخوان وأحبابي في الله الذين ابتلوا بالدخان أن يستغلوا فرصة الشهر الكريم في ترك هذه العادة السيئة التي تضر بصحتهم وتهلك أموالهم وتفسد أوقاتهم وهي لا تعود عليهم بأي نفع أنصحهم بأن يستغلوا هذا الشهر مبارك في الإقلاع عن هذه العادة السيئة وفق الله الجميع لأن وفق الله تعالى من ابتلي بهذه العادة أن يتخلص منها وشفاهم وعفاهم آمين شيخ الكريم ما حكم شم الروائح العطرية والبخور للصائم نعم مجرد شم الروائح العطرية سواء كانت بخاخات أو دهون نعم أو كان هناك مثلا في المكان مبخرة تبخر المكان في نفس المكان فاستنشق الإنسان مثل هذه الرواح لا حرج عليه في ذلك ولا تفسد الصيام وصومه صحيح أما البخور إذا أخذه واستنشقه فهذا لا شك أنه يفطر إذا استنشق البخور نعم فهذا يفطر لأنه في الحقيقة في حكم الدخان كما قلنا إن الدخان شرب الدخان يفطر فكذلك استنشاق البخور مباشرة هذا يفطر لأنه يدخل لأن البخور له جرم نعم فإذا دخل في جوفه فيكون حكم حكم الدخان فيفطر بذلك هنا مسألة من المسألة المهمة حكم استعمال فرشات الأسنان والمعجون وأيضا السواك للصائم كلها لا تفطر يعني استعمال فرشات الأسنان أو السواك للصائم لا تفطر وكذلك أيضا استعمال الدهان حينما يدهل الإنسان مرطب البشرة على يديه أو على وجهه أو على قدمه لا يفطر بذلك وكذلك أيضا استعمال أحمر الشفاه للنساء لا يفطر كلها لأنها ليست في الحقيقة لا أكلا ولا شربا ولا في معناهما والسواك متأكد لعمل الأدلة التي جاءت في تأكد استعماله لا سيما عند تغير رائحة الفم فإنه يعني يتأكد استعماله والأدلة لم تفرق أن يكون ذلك قبل الزوال أو بعد الزوال على قول الراجح من قوال أهل العلم فيشرع ويتأكد في حق الصائم أن يستخدمه جميل من أفطر ظانا أن الشمس قد غربت وهي لم تغرب فما حكم صائم؟ إذا أفطر الصائم في صيام واجب ظانا أن الشمس قد غربت ثم تبين له أنه لم تغرب بأن حجب مثلا دخان أو غيم أو قتر فإنه يلزمه الإمساك يلزمه الإمساك باتفاق العلم رحمه الله وحكي الإجمع على ذلك وذلك لأجل قضاء لحق الوقت بالقدر الممكن ثم إنه هل يلزمه قضاء هذا اليوم أو لا؟ نقول قيل إنه يفطر بذلك ويلزمه القضاء عند جماهير العلماء لأن الله تعالى يقول ثم أتم الصيام إلى الليل وهذا لم يتم الصيام إلى الليل والقول الثاني أن من أفطر ظانا غرب الشمس ثم تبين أنها لم تفطر لا قضى عليه وهذا هو القول الراجح لقوله تعالى ربنا لا تأخذنا إن نسينا وأخطانا وهذا من الخطأ الذي قد عفى الله تعالى عنه ولا قضاء على من أفطر مخطئا وقد جاء في صح البخاري حديث أسماء بنت أبي وكن رضي الله عنه عنهما قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم ينقل أن الصحابة رضي الله عنهم أمروا بالقضاء ولو كان واجبا لنقل وأصح الروايتين عن عمر رب الخطاب رضي الله عنه أنه قال إن لم نتجانف لإثم رواه البيهقي ثم إنه إن هذا الإنسان متحرم يعني الواجب على أن يتحرى غرب الشمس فبذل ووسعه في التحري وحصل منه الواجب شرعا بالتحري فأفطر للتحري فتعجل للسنة الفطرة لأن الفطر تعجل الفطر سنة فتعجله بغلبة الظن بعد تحريه فعدم عليه شرعا فلا يفطر بذلك حتى لو تبين أن الشمس لم تغرب فيمسك بعد ذلك ويفطر بعد ذلك مرة أخرى ولا قضاء عليه الله طيب من أكل وهو شاك في غروب الشمس من أكل شاكا في غروب الشمس ولم يتبين له بعد ذلك هل غربت أم لا أو تبين أنها غربت فإنه يأثم ويجب عليه القضاء في كل الحالتين باتفاق العلماء لأن الله تعالى قال ثم أتم الصيام إلى الليل ففيه أنه لابد أن يتم الصيام إلى الليل يعني غروب الشمس وجاء عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم كما في الصحيحين ففيه أنه إذا لم تغرب الشمس الأصل بقاء الشمس لم تغرب حتى يتيقن أو يغلب على ظني أنها قد غربت أما إذا كان شاكا في غربها فإن الأصل أنها لم تغرب وأن النهار لا زال باقيا نعم فإذا أكل في أثناء ذلك فإنه يصدق عليه أنه قد أكل والشمس باقيه فيفطر بذلك وعليه القضاء طيب هنا مسألة من تسحر بعد طلوع الشمس خطأا فما حكم صيام ذلك اليوم إذا تسحر للصائم الإنسان تسحر في الليل معتقدا أنه ليل نعم ويغلب على ظن أن الليل لا زال باقيا فتبين له أن الفجر قد دخل فالقول الراجح في هذه المسألة أن صومه صحيح ولا قضاء عليه وهو قلطائف من السلف لأن الله تعالى قال فالآن أباشروا هنا وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشرفوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ففي هذه الآية الكريمة أن الأصل بقاء الليل حتى يتبين دخول الفجر وضد التبين الشك والظن ومن القواعد الفقية المقررة أن اليقين ليز بالشك فما دمنا أننا لم نتبين الفجر فإنه يباح لنا أن نأكل ونشرب لهذه الآية ولأن الله تعالى قال ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطانا فمن أكل أو شرب جاهلا بدخول وقت الفجر فهو مخطأ والخطأ معفون عنه في الشريع ومرفوع المؤاخذ به ولحديث أسماء بن تبكر السابق رضي الله عنه حيث قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم ينقل أنهم أمروا بالقضاء وإذا كان هذا في آخر النهار فأوله أيضا من باب أولى لأن أولهما ذون له بالأكل والشرب فيه حتى يتبين له الفجر ولحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أيضا وكان الصحابة يأكلون ويشربون حتى يتبين لهم أن الفجر قد طلع فيمسكون ولفعل ذلك الرجل أيضا الذي حين أكل وشرب وقد وضع الخيط الأبيض والأسود المشهور ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء فكل ذلك يدل على أنه أن صومه صحيح ولا قضاء عليه والله أعلم وإن كان جمهور العلماء يرون أنه يقضي أن عليه القضاء لكن القول الراجح أنه لا قضاء عليه والله أعلم وصومه صحيح جميل تحدثنا عن المفترات في رمضان تحدثنا عن الأكل والشرب ثانيا المفتر الثاني من المفترات الصيام الجماع في نهر رمضان فمن جامع متعمدا في نهر رمضان فستصومه لأن الله تعالى قال أُحِلَّ لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم أُحِلَّ لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعافى عنكم فالآن بأشيروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل وفي حديث في الصيحين الحديث بهرير رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام جاء إليه رجل فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق؟ قال لا قال هل تستطيع أن تصوم شهران متتابعين؟ قال لا قال فهل تجد إطام ستين مسكينا؟ قال لا قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فبين نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل المكتل الذي يضع فيها التمر قال أين السائل؟ قال أنا خذ هذا فتصدق به فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يعني يريد الحرتين حرتين المدينة قال فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك طيب ماذا يترتب على الجماع في نهاي الرمضان؟ يترتب على الجماع في نهاي الرمضان أربعة أمور أولا يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الذنب وقد ارتكب كبيرة من كبائل الذنوب لأن الوقاعة في نهاي الرمضان كبيرة من كبائل الذنوب فيجب عليه أولا أن يتوب إلى الله تعالى من هذا الذنب ثانيا يجب عليه أن يمسك بقية يومه هذا الذي جمع فيه ثالثا يلزمه قضاء هذا اليوم الذي أفسده بالجماع باتفاق العلماء ثالثا تجب عليه الكفارة رابعا تجب عليه الكفارة الحديث به هريرة رضي الله عنه السابق الذي ذكرته في وجوب الكفارة لما جاء ذكى الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه قد أهلك بأن وقع أهلك بأن وقع أهله في رمضان فقال هل تجد ما تعتق؟ قال لا قال هل تستطيع أن تصوم شهرين المتتبعين؟ قال لا قال فهل تجد إطامة ستين مسكين؟ قال لا هذه الكفارة المذكورة في هذا الحديث وكون الجماع في نهار رمضان يجب القضاءة والكفارة يجب القضاءة والكفارة ليس بإطلاق بل بشرطين الشرط الأول أن يكون ممن يلزمه الصوم أن يكون هذا الإنسان المجامع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم كالصغير فإذا كان لا يلزمه الصوم كالصغير لأن الصغير لا يلزمه الصوم فلا قضاء عليه ولا كفارة والشرط الثاني أن لا يوجد مسقط للصوم أن لا يوجد مسقط للصوم أو مبيح للفطر نعم كما لو كان في سفر وهو صائم مثلا فجامع زوجته في حال السفر فلا إثم عليه ولا كفارة بل يقضي فقط هذا اليوم أو مثلا كان الإنسان مريضا لأن المريض يجوز له أن يفطر المريض مرضا يشق عليه الصيام كان صائما في أول النهار وهو مريض مرضا يشق عليه هذا الصيام أو يخشى على نفسي أيضا هلاك ثم بدأ له أن يجامع له أن يجامع لأن الفطر جائز له فحينئذ لا إثم عليه ولا كفارة وإنما يجب عليه القضاء فقط والكفارة إذا قلنا إنها تجب على المجامع في نهار رمضان هي في الحقيقة على الترتيب يجب الترتيب في كفارة من جامع في نهار رمضان فيبدأ بعدق الرقبة إن وجدها فإن لم يجد ينتقل بعد ذلك إلى صيام شهرين متتابعين وهذان الشهران المتتابعان لا يجوز أن يفطر بينهما أبدا إلا لعذر شرعي كأيام العيدين وأيام التشريق لأنه يحرم صيامها أو لعذر حسي كالمرض والسفر لغير قصد الفطر فإن أفطر لغير عذر ولو يوما واحدا يلزمه أن يستأنف الصيام من جديد ليحصل التتابع المشروط في الصيام في هذه الكفارة نعم إذن قلنا أولا إيش؟ أن يعتق رقبة فإن لم يجد أن يعتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام الشهرين متتابعين فإن لم يستطع الصيام فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا لكل مسكين نصف صاع كيلو نص من البرو نحوه لحديث بهريرة رضي الله عن السابق حيث ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الكفارة للرجل الذي جامع أهله في رمضان ذكرها مرتبة فيلزم أن تكون كذلك مرتبة نعم إذا تعدد الجماع في نفس اليوم في نفس النهار في رمضان فهل يزمه كفارة واحدة أو عدة كفارات؟ إن كان في الجامعة في يوم واحد وعدده في يوم واحد فكفارة واحدة إذا لم يكفر عن الأول لأن اليوم الواحد له حرمة واحدة فإذا انتهكت لازمه كفارة واحدة كاليمين هذا بالإجمع وكذلك أيضا عن القول الراجح لو كفر عن الأول يعني يفرض أنه جامع أولا ثم أعتقرقبة ثم جامع في نفس اليوم مرة ثانية فتكلي كفارة واحدة لأنه لم يصادف صوما منعقدا فلم يوجب شيئا بخلاف المرة الأولى فالجماع الثاني ورد على صوم غير صحيح فهو في الحقيقة لا يسمى صائما هذا الحالة الأولى الحالة الثانية إذا كان تكرر الجماع في أكثر من يوم يعني جامع في اليوم الأول ثم جامع في اليوم الثاني ثم جامع في اليوم الثالث وهكذا فنقول يجب عليه كفارة لكل يوم من هذه الأيام وذب ذب جمهور العلم الملكية والشافية والحنابلة لأن صوم كل يوم عبادة منفردة مستقلة فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كفاراتها كما لو حلث على عدة أشياء مختلفة فحلث فيها فتلزم كفارات بعددها لاختلاف سببها وجنسها نعم طيب بقية اليوم هل يلزمه الإمساك؟ نعم إذا أفطر بالجماع في نهار رمضان يلزمه الإمساك لأنه غير مأذول له أصلا في هذا الحطر نعم هنا أيضا سؤال ماذا يلزم المرأة إذا جمعت في نهار رمضان وهي طائعة؟ إذا جمعت المرأة في نهار رمضان طائعة ومطاوعة طاوعت زوجها في هذا الجماع فيلزمها أيضا القضاء والكفارة الأربعة الأمور التي ذكرناها يلزمها عليها التوبة وعليها ثانيا قضاء هذا اليوم الذي أفسدته بالجماع ثالثا عليها إمساك بقية هذا اليوم رابعا يجب عليها الكفارة المذكورة السابقة قياسا على الرجل لأن الأحكام الشرعية تستوي فيها المرأة مع الرجل ما لم يدل دليل على خلافه والمرأة هنا هتكت صومة بالجماع فوجبت عليها الكفارة كالرجل أما إذا كانت المرأة مكرهة نعم ليست مطاوعة وإنما أكرهها ولم تستطع دفعه بأي طريق كان فلا شيء عليها لأنها مكرهة نعم ما حكم من جامع ناسيا من جامع ناسيا صموا صحيح ولا يزموا شيء لعموم حديث أبي هريرة السابق من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضى عليه قال من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضى عليه ولا كفار أخرى رواه ابن خزيمة وابن حبان والدار قطن والبيهقي ففي أن الفطرة هنا أعم من أن يكون بأكل أو شرب فيشبه للجماع لأنه جاء في حديث من أكل فيها الرمضان فمن نسي فأكل أو شرب في نهاية رمضان سليتم صومه فإنما طم الله سقاه جاء فيه هذا الحديث عند ابن خزيمة وابن حبان والدار قطن والبيهقي وصحي سناده الشوكان قال من أفطر في شهر رمضان فذكر عمول الإفطار سواء كان بأكل أو شرب أو بغيره من المفطرات فإنه لا شيء عليه ثم إن الحديث الوارد في الكفارة في الجماع في بعضها جاء لفظ هلكت وفي بعضها احترقته احترقته وهذا لا يكون إلا في شخص متعمد عامد فإن الناس لا يثم عليه بالإجماع نعم ما حكم صوم من وطأ في الدبر من وطأ في الدبر لا شك أنه أتى محرما ومنكرا عظيما الواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا المحرم وإذا فعله فإن صومه يفسد وعليه القضاء والكفارة باتفاق العلم رحمه الله لأنه وطأ فأفسد صوم رمضان وأوجب الكفارة ولأنه يوجب الحد كالجماع فكذلك يفسد الصوم ويوجب الكفارة في هذه الحالة نعم ما حكم من جامع في قضاء رمضان عامدا نعم نحن الآن تكلمنا فيما سبق إذا جامع الإنسان في نهار رمضان نعم وقلنا إنه يفطر بذلك وتترتب عليه الكفارة إلى آخره لكن لو كان على الإنسان أيام قضاء من رمضان فقضها في شوال أو في ذا القعدة أو في محرم أو صفر أو إلى آخره إذا صام يوم قضاء عن رمضان يوم القضاء وليس في نهار رمضان هل ثم جامع في هذا اليوم هل تلزمه الكفارة أم لا نقول إذا جامع في قضائي وليس في نهار في قضاء في يوم مقضي في رمضان عامدا فلا كفارة عليه مع الإثم لأن القضاء لا يجب عليه أن يتمه فإذا أفطره يجب عليه أن يقضيه أن يعيد بس فقط قضاء هذا اليوم وحكي الإجمع على ذلك لا كفارة عليه لانعدام حرمة الشهر لأن الكفارة هي لانهتهاك حرمة الشهر وأما من يقضي فلا يصدق عليه أنه انتهك حرمة شهر رمضان والنص فيما يتعلق بالكفارة إنما ورد في من جامع في نهار رمضان فلا يتعده إلى غيره تحدثنا في المفطرات عن الأكل والشرب وثانيا الجماعة ما هو المفطر الثالث؟ المفطر الثالث خروج المني فمن استمنى في نهار رمضان فقد فسد صومه وعليه القضاء باتفاق العلماء لحديث بهريرة السابق مرفوعا يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به يدعو شهوته وأكله وشراء وشربه من أجلي ففيه أنه قال يدعو شهوته ومعلوما أن الاستمناء من الشهوة التي لا يكون الصوم إلا بلا باجتنابها ما حكم من باشر دون الفرج أو قبل أو لمس فأنزل؟ من أنزل المنية بمباشرة دون الفرج أو بتقبيل أو لمس فإنه يفطر بذلك وعليه القضاء باتفاق العلماء وحكي الإجمع على ذلك لأنه في الحقيقة لمشابهة الإمناء للجماعة ولأنه إنزال مباشرة ولأن خروج المني تتم به الشهوة في الحديث يدعو أو يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي فعليه التوب والاستغفار من هذا الذنب قد ارتكب كبيرا من كبار الذنوب بهتكه لحرمة هذا اليوم بالإفطار وهو واجب عليه عامدا متعمدا عليه التوب والاستغفار لفطره والاستمنائه فكلا هذين الأمرين محرمين ويجب عليه القضاء بعد ذلك لكن لا كفارة عليه لأن النص إنما ورد في الجماعة فقط وما سواه ليس في معناه لأن الجماعة أغلب أما التقبيل والمس بدون إنزال فلا يفطر لحديث عيش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله صائم ويباشره صائم قالت ولكنه كان أملككم لإربه وفي الأرض لأرابه متفق عليه والعمر بن أبي سلمة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذه يعني أم سلمة فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنك وما تأخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له متفق عليه لكن إن كان الصائم يخشى على نفسه من الإنزال بالتقبيل ونحوه أو من التدرج بذلك إلى الجماع لعدم قوة على كبح شهوته فإن التقبيل ونحوه يكون حراما عليه سدا للذريعة وصونا لصيامه عن الفساد ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المتوضئ بالمبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائم خوفا من تسرب الماء إلى جوفه ما حكم من كرر النظر حتى أنزل أولا نقول إن النظر إلى المرأة الأجنبية لا يجوز لا في رمضان ولا في غيره لا سيمة في رمضان فإن التحريم يتأكد وللأسف أنه قد ابتلي كثير من الناس بالنظر إلى المرأة الأجنبية في رمضان في شهر رمضان وفي غيره عبر القنوات الفضائية ما يعرض فيها من المسلسلات والأفلام والبرامج التي تظهر فيها النساء ومتبرجات يظهر منهن الشيء الذي لا يجوز للمرأة أن تبديه تبدي مفاتينها وتبدي زينتها وتكون متبرجة فمثل هذه الأشياء لا يجوز النظر فيها لا في رمضان ولا في غيره فالنظر في هذا نظر حرام يسبب الفتنة ويجر إلى فرء الفاحشة وقد قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أمصارهم ويحفظوا فروجهم وإذا كان ذلك في رمضان فالإثم أشد لأنه يثر على الصيام لكنه لا يبطله إلا إذا كرره وخرج منه مني إذا كرره وخرج منه مني فإنه يفسد صومه ويجب عليه أن يمسك بقية يومه ويقضي بدل هذا اليوم مع التوبة والاستغفار لله عز وجل لأن تكرار النظر في الحقيقة هو عمل وفعل وفيه استدعاء للمني فيكون حكمه حكم الاستمناء ولأنه إنزال بفعلا يتلذذ به ويمكن التحرز منه فأفسد الصومة كالإنزال باللمس ما حكم من أنزل بمجرد التفكير وليس بعمل؟ إذا كان مجرد تفكير فأنزل ولم يحصل منه عمل لا يفطر بذلك سواء كان تفكيرا مستداما أو غير مستداما وهذا ما ذهب الجمهور العلم وحكي الإجماع على عدم فساد صومهم في هذه الحالة لأن الفكر في الحقيقة من حديث النفس وقد تجاوز الله تعالى عنه وعفى عنه في حديث بهريرة رضي الله عنه وأنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز لأمتي ما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم واتفق عليه ما حكم من نام فاحتلم في نهار رمضان من نام فاحتلم في نهار رمضان فصومه صحيح ونقل الجمع على ذلك ابن عبد البر والموردي وابن رشد وغيرهم لحديث رفع القلم عن ثلاثة ومنها قالوا عن النائم حتى يسرق ولأنه مغلوب والاختيار له فصومه صحيح ولا شيء عليه ما حكم خروج المذي من الصائم؟ خروج المذي من الصائم وليس المني المذي الذي يخرج عند مبادئ الشهوة أو التذكير المذي هو ينقض الوضوء ولكنه لا يجب الغسل وكذلك أيضا لا يفسد الصوم إذا خرج من الصائم لا يفسد صومه لأنه خارج لا يجب الغسل فأشبه البول ولعدم ورود نص على كونه مفترا والأصول صحة الصوم ما هو المفطر الرابع أيضا؟ المفطر الرابع من المفطرات الاستقاء فمن استقاء متعمدا يعني أن يتعمد الإنسان إخراج ما في جوفه من الطعام فمن استقاء متعمدا فإنه يفطر بذلك ويلزمه القضاء ولا كفارة عليه فإذا تعمد هذا القيئة بفعله كعصر بطنه أو غمز حلقه أو إدخال أصبوعه في حلقه أو بالشمة أن يشمى شيئا ليقيئ به أو بالنظر كأن يتعمد النظر إلى شيء ليقيئ به فيفطر بذلك كله أما من غلبه القيئ بدون تعمد فصومه صحيح ولا قضاء ولا كفارة وهذا باتفاق العلمة لحديث ابن عمر أنه قال ومن استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القيئ فليس عليه القضاء وهو مالك في الموطة عبد الرزاق وفي شيبة والبيهق جاء مرفوعا لكن هو معلون مرفوع ويصحه موقوفا على ابن عمر رضي الله عنه وقال بعض العلمة إذا استقاء للعلاج والتداوي من باب التداوي إذا كان مريضا ولا يستطيع أن يعالج نفسه إلا بأن يستقئ فإن فاستقاء فلا شيء عليه ولا يفطر بذلك ما حكم خروج القلس والدم من أسنان الصائم؟ القلس والدم الخارج من أسنان الصائم لا يفطر الصائم به طالما أنه لم يدخل إلى حلقه والقلس هو ما خرج من الحلق من الألثان أو دونه وليس بقيء فإن عاد فهو قيل وهذا بالإجمع ما هو المفطر الخامس؟ المفطر الخامس خروج دم الحيض والنفاس فمن حاضت أو نافست أثناء نهار رمضان فقد فسد صومها وعليها القضاء سواء كان ذلك في أول النهار أو في آخره ولو قبل الغروب بلحظة واحدة وإن حست المرأة بانتقال الدم ولم يبرز ولم يخرج إلا بعد الغروب فصومه صحيح لأن العبر بخرج الدم وليس بانتقاله لحديث بسعيد الخدري في الصيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إذا حاضت لم تصم لم تصلي ولم تصم؟ وقول عائشة رضي الله عنه لما سئلت نبال الحاض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وأجمع أهل العلم على ذلك من فسد صومها بخروج دم الحيض أو النفاس فما حكم إمساك بقية اليوم؟ إذا فسد صومها بخروج دم الحيض أو النفاس لا يلزمها إمساك باقي اليوم هذا مذهب جمهور العلماء لأنه ليست بأهل الصوم وتشبه بها العبادة لا يصح من غير أهل نعم إذا كان على مرة صيام شهرين متتابعين فهل الحيض يقطع هذا التتابع؟ لا لا يقطع هذا لأنه مر معنى إذا كان القطع لعذر شرعي أو حسي شرعي مثل الأيام التي يحرم صيامه وهي الأيام الحيض فلا ينقطع التتابع بذلك ما هو المفطر السادس أيضا؟ المفطر السادس الرد والعيذ بالله من ارتد في أثناء صومه بطل صومه بإجماع أهل العلم والسابع؟ سابعا من المفطرات نية الإفطر إذا نوى الإنسان بنية أن يفطر فإنه يكون قاطعا لصومه ويفسد صومه بذلك وعليه القضاء وإمساك بقية يومه والمفطر الثامن ثامنا من المفطرات الحجامة فمن احتجم وهو صائم طبعا هذا المسألة من المسألة التي وقع فيه خلاف أهل العلم ذهب جماهير أهل العلم من الحنفي والملكي والشافعية إلى أن صومه لا يفسد وهو القول الراجع في هذه المسألة لحد من أباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم كما في الصحيحين ولحديث أنس رضي الله عنه أنه سئل عليه الصلاة والسلام هل كنتم تكرهون الحجامة؟ فقال لا إلا من أجل ضعف روه البخاري ولما جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المواصلة والحجامة للصائم قال ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه روه أبو داود وأحمد وصح الألباني فقوله إبقاء على أصحابه يعني فيه إشارة إلى أن ذلك كان لأجل مراعاة صحتهم وعافيتهم لأجل أن لا يحزل الإنسان ويضعف بدنه ويصاب بالهزال أو بالإغشاء أو بالإغماء فلأجل ذلك نههم عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقط وليس لأجل كونها مفطرة وهذا هو القول الراجح والله أعلم في هذه المسألة لكن لو أن الإنسان أخر الحجامة إلى ما بعد الإفطار فهذا أولى وأفضل وخرج من خلاف أهل الألم والقول في مسألة الحجامة يقال أيضا في مسألة الفصد والفصد هو قطع العرق لإسالة الدم فالراجح أنه لا يفطر وهو قول الجمهور العلماء ما حكم أخذ الدم للتحليل أو للتبرع بالدم؟ يجوز للصائم أخذ الدم للتحليل يعني أجل تحليل الدم ليجوز ولا بأس بذلك ولا شيء عليه لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها لأنه لا يؤثر في البدن كتأثير الحجامة وكذا أيضا خروج الدم بقلع السن أو بجرح لا يفطر به الصائم والتبرع بالدم يقال فيه كذلك ما يقال فيه الحجامة فالقول الراجح أن الحجامة لا تفطر فكذلك التبرع بالدم لا يفطر به الصائم والأولى أن يؤخر ذلك إلى ما بعد الإفطار أختم بهذه المسألة من نام أغلب يوم نهار رمضان فما حكم سيامه؟ إذا استيقظ الصائم لحظة من النهار ونام باقيه فصومه صحيح نقل أجمع لذلك النور وكذا أيضا من نام في نهار رمضان ولم يستيقظ إلا بعد الغروب فصومه صحيح عند جمهور العلماء لأنه من أهل التكليف ولم يوجد منه ما يبطل صيامه بمفطر من المفطرات والله أعلم صلى الله عليه وسلم الله أعلم وصحبه أجمعين شكرا الله لكم شيخنا الكريم ما تفضلتم به في هذه الحلقة والشكر موصول لكم أنتم مشاهدين كرام على حسن وطيب متابعتكم نلتقي وإياكم في حلقات قادمة وأنتم بصحة وعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله في فقه العبادات وزك نفسك من نور الرسالات قذها سماوية عن خير مؤتمن على سنة الوحي في تقوى وإخباتي على سنة الوحي في تقوى وإخباتي طهارة وصلاة والصيام وما في الحج للنس من سر وغاياتي فاجعل حياتك للرحمن ما خفقات نبضة قلبك أعمالا ولياتي نجني السعادة في دنيا وآخرة ما دام قدوتنا خير البرياتي ما دام قدوتنا خير البرياتي ما دام قدوتنا خير البرياتي